مسؤول النادي الاهلي قاموا بتكليف احد الوسطاء عشان يبحث عن مهاجم اجنابي جديد لضمه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة يا اما بدلا من مودست يا اما مع مودست بس مودست بنقصين كده وارد انه يمشي في يناير يمشي امتى مودست في يناير اشتبقى فاهم برضو لو الاهلي التوصل معاه الاتفاق ودي انه يفسخ التعاقد بالتراضي وما ياخدش باقي عقده لو مليون وسبعمائة مليون وسبعمائة ألف دلار طيب لو اللاعب صمم بقى انه ياخد عقده بالكامل ما انت لو فساخت العقد من ناحيتك بس يا النادي الاهلي قرر يفسخ عقد مودست فهو ملزم ان يدفع العقد بالكامل لمودست لو مودست موافق يفسخه بالتراضي اهلا وسهلا مش محتاجة يدفع الرقم كله طيب مودست رفض بالتراضي داية فلاه لا يبكى على مودست لنهاية عقده نهاية الموسم عندما كده كده هدفع الفلوس خليك معايا يمكن استفيد منك في اي مباراة لها اللقتي بيفتش عن مهاجم جديد تحديدا في دوريات لاتينية زي الدوري البرازيلي دوري ارجوي دوري برجوي عشان يعرض النادي الاهلي على كولر اي اسماء ممكن يختار منهم لضم اللاعب في يناير القادم لو تم الاستغناء عن مودست فيش مهاجمين افارقة دلوقتي قدام عين النادي الاهلي ممكن يفيدوا الفريق الفترة اللي جاي عشان كابه يبص على المدرسة اللاتينية وان كنت انا بخاف من المدرسة اللاتينية دي اوي اوي يعني عشان عادة ما بيجناش من امريكا الجنوبية لعيبة عظيمة يعني بصراحة يعني عادة يعني انا دايما نقول كده احنا ما جناش من امريكا اللاتينية تحديدا من البرازيل لاعب جيد غير كينو اللاعب في باراميزو كان جاي برقم حلو يعني اعتقد فوق العشرة مليون دولار كينو بس ده الكواليتي اللي ممكن تقول عليه اه ده حلو ده بقى ينفع معنا في الدولة المصر الباقي بقى كله بينكسين كده مضروب مش اصلي مش برازيلي اصلي ما بيجي لك اللقاء المضروب منه بي بي